اشتركوا في القناة ال ايدي موزع بطريقة جديدة هذا بالاضافة الى تصميم جديد للشبك الامامي وصادم امامي محدث يحتوي على فتحات تهوية مع مصابيح ضباب مجددة كما حصلت السيارة على خيار جديد من الاطارات بقياس 18 انش ووصولا الى الخلف نلاحظ ان سيارة ان اكس 2018 حصلت على مصابيح بتصميم محدث كما زودت بمشتت هواء جديد يحتوي على لمسات من الكروم ويتضمن مخرجين للعادم على الجانبين وتتوفر لكزاس ان اكس 2018 بخيارين من المحركات الخيار الاول يتوفر في سيارة لكزاس ان اكس 300 بديلة ان اكس 200T وهو محرك ربعي لاستوانات سعة لترين مع تيربو ويولد قوة 235 حصان و350 نيوتر متر من عزم الدوران ويتصل بجيل اوتوماتيكي من 6 سرعات اما الخيار الثاني فيتوفر في سيارة لكزاس ان اكس 300H والتي تعمل بنظام هاجين يتكون من محرك ربعي لاستوانات بسعة لترين ونصف مع محرك كهربائي وتبلغ القوة الاجمالية للنظام 221 حصان ويتصل به جير اوتوماتيكي من نوع CVT وما زال الصانع الياباني متحفظا على سعر لكزاس ان اكس 2018 حتى هذه اللحظة لا تنسى عزيز المشاهد ان تنضم لقناة عرب جي تي بالضغط على زر سبسكرايب بالاسفل للاطلاع على اخر اخبار عالم السيارات على المستوى المحلي والعالمي